اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بك يا استاذ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا بك مجددا يا براء سعيد بوجودك انا بخير والحمد لله وانا ايضا سعيد اني موجود هنا لأستمع اليك يا استاذي دق جرس الفسحة يا استاذي وانصرف الجميع واثرت الجلوس هنا لأسألك عن الركن الثالث من اركان الاسلام بارك الله فيك ونفع الله بك على هذا الحرص الركن الثالث من اركان الاسلام الزكاة وهي حصة من المال ونحوه يوجب الشرع بذلها للفقراء والمساكين ونحوهم بشروط خاصة وما حكم اخراج الزكاة يا استاذي هل هي فريضة ام هي مستحبة هذا سؤال جيد بل يعتبر من اهم الاسئلة ما هو حكم الزكاة فالزكاة فريضة على كل مسلم ملك نصابا والنصاب هو القدر الذي يجب فيه الزكاة من المال ونحوه وحال عليه الحول اي مر عام كامل على هذا النصاب وهل هناك حكمة من تشريع الزكاة نعم يا بني هناك حكمة من تشريع الزكاة اولا تزكية نفس المؤمن ثانيا مواساة الفقراء والمحتاجين ثالثا جمع القلوب المشتتة على الايمان والاسلام رابعا تطهير المال خامسا إشاعة روح التكافل والمحبة بين افراد المجتمع وما هي شروط وجوب الزكاة نعم هناك شروط لوجوب الزكاة فتجب إن توفرت عدة أمور أولا الإسلام فلا تقبل من كافر أو مرتد ثانيا بلوغ المال النصاب ثالثا مرور حول كامل على المال رابعا بأن يكون هذا المال تحت تصرف صاحبه هذه هي شروط وجوب الزكاة وما هي طبيعة الأموال التي تجيب فيها الزكاة هذا سؤال جيد يا براء ما هي الأموال التي تجيب فيها الزكاة أولا الخارج من الأرض من الحبوب والثمار والمعدن والثاني الذهب والفضة والأوراق النقدية الثالث عروض التجارة وهي كل ما أعد للتكسب والتجارة من عقار وحيوان ومحلات وغيرها والرابع بهيمة الأنعام مثل الإبل والبقر والغنم والآن لنختم الكلام عن الزكاة بذكر مقدار زكاة المال إذا بلغ نصابه ومقدار زكاة المال هو 2.5% من مقدار المال الذي حال عليه الحول بارك الله فيك يا براء ونفع الله بك هيا لتذهب إلى فناء المدرسة قبل بداية الحصة الثانية حتى تلعب مع أصحابك وتقوم بالإفطار استودعك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم سأذهب الآن إلى فناء المدرسة جزاكم الله خيرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي هنا نتوقف ونلتقي بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى لنستكمل ما شرحناه عن أركان الإسلام الخمسة لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بهذا الفيديو نلتقي بكم في حلقة قادمة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته